أهلا بحضراتكم من جديد وإحنا ما زلنا في الآلي خط أحمر وأكيد هات طب قدر سؤال لزهنك أو زهن المنافس اللي ممكن يقول لك طب ما أنت وإنت في الآزمة دي كلها طب ما كان سهل إن أنت تاخد قرار الانسحاب وما تشاركش في التمثيلية دي زي ما تقال وجزء كمان من جماهير النادي الآلي وهو عنده بعض المنطق إن هو طب لين شارك؟ لأ لأ مهم جدا إن أنت تشارك لأن أنت وإنت بتشارك مش بتشارك في تمثيلية أنت بتشارك محاولة لمنع التمثيلية إنها تحصل مع كامل احترامنا طبعا للفريق الوداد ولكن أزمتنا واضحة وصريحة مع الكاف بيتم التحفظ فقط لغير على التعامل اللي تم مع مسؤولي النادي الآلي والبعثة رسمية من قبل الأمن المغربي ولكن ده تحفظ بين أشقاء زي ما ذكر الكابتن محمود الخطيب ولكن أيضا الكابتن محمود الخطيب بعد اجتماع مع مجلس إدارة النادي الآلي وشركة الكرة في قضية هل ممكن الآلي ينسحب كان عنده الكلام المهم ده نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعق عرض النادي الآلي الموقف كاملا على أحد المكاتب الاستشارية الدولية الكبرى في القانون الرياضي وأفاد المكتب الاستشاري خدوا بالكم الكلام ده كويس إن موقف النادي الأهلي في الدعوة ليس قويا بسبب الخطأ الذي ارتكبه الاتحاد المصري لكرة القدم واللوائح المطاطية للاتحاد الأفريقي لكن كان لزاما علينا وأيا كانت النتائج أن نسلك الطريق المشروع للحفاظ على حقوق النادي ولجأنا بالفعل إلى المحكمة الرضية الدولية وطلبنا تأجيل المباراة لحين البدت في الموضوع ورفضت المحكمة التأجيل وكنا نعلم إنه من الوارد أن ترفض المحكمة التأجيل حتى في قرار مجلس الإدارة بالإجماع اللي خدنا فيه قرار المحكمة الدولية مكتوب في القرار سلبا أو إجابا كلام ده من بدر جدا قرر مجلس إدارة النادي بالإجماع برضو وبحضور مجلس إدارة شركة الأهل لكرة القدم خوض المباراة النهائية ورفض الجميع فكرة الانسحاب لأنه يكلف الأهل الكثير ليس خسارة بطولة وحدة بل ثلاث بطولات إذا ما كانش أكتر وإنه الانسحاب يترتب عليه الإيقاف عمين هذا بخلاف الخسائر الأدبية والتسويقية وقررنا دائما داخل مجلس إدارة لمصلحة النادي ليس في الحاضر فقط بل والمستقبل أيضا إن شاء الله النقطة الأخيرة دي بتوضح قد إيه مجلس إدارة النادي الأهلي بالإجماع ومجلس إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم بالإجماع عارفين ممكن الأضرار التي تقع على النادي الأهلي إيه بالزبط لما يتقال إن احنا ما بصناش للحاضر فقط بصينا للمستقبل ده حد بيتكلم وهو يعي الدرس جيدا من آثار قرارات كانت في الماضي لأن محبين للنادي الأهلي ونجوم للنادي الأهلي وجماهير للنادي الأهلي كانت بتضرب المثل ليه ما نعملش زي كابتن صالح سليم عندما قرر الانسحاب من البطولات الإفريقية بعد السوبر الأفريقي ما بين الأهلي والزمالك وما حدث وتبعاته وإقاف الكابتن طارق سليم والكابتن إبراهيم حسن كل منهم لمدة عام ليه ما نعملش كده أسباب كتيرة جدا أولا إحنا حاليا لما نيجي نحكم على هذا القرار ما ينفعش نحكم عليه بنظرة الحاضر لأ نعيش أجواءه نعيش السنة نعيش سنة 94 ونبدأ نشوف الأولويات الاهتمامات أهمية بطولات الأفريقية كانت شكلة البداية اللي كانت متواجدة كانت شكلة زي البطولات العربية فأصبح عندك في حالة تانية بتصنع عليك الشغف وقدرت توجه لها جماهير كرة القدم المصرية وتحديدا جماهير النادل آلي ولقيت البديل أو اللي حاول يعوضك وقتها وانت بتاخد القرار لكن بعد ما بيمر على القرار 20 سنة و25 سنة بتبدأ تقول إن كان قرار بعدنا عن المشاركات الأفريقية لأضراره أضراره اللي احنا لغاية دلوقتي بنتناقش فيها عن مين نادي القرد برغم حقيقتك بلقب نادي القرد لكن كان من ضمن أضراره إنك سمحت للمنافسين إنها تحق بطولات أنت كنت أقدر بيها لأن كان عندك فريق بالفعل قوي لما تيجي تتكلم النهاردة وتقول نفس القرار هيقق عليك نفس العقوبات هتبتعد عن المشاركات الأفريقية ما عندكش البديل العربي أهمية البديل العربي ما بقتش زي التسعينيات الأهم كمان القيمة التسوقية للنادي الأهلي اللي هي بتزيد من حقوق رعاية لمشاركتك في دور الأبطال واحتمالية فوزة جبيل كبيرة إنك بتصل لخمس نايات في آخر ست سنوات وإنك بتشارك في كأس العالم كل ده بيعلم من قيمة النادي الأهلي التسوقية لا ده الأهم كمان الطموح عند لعب النادي الأهلي هل بعد ما تتوقف أو تعاقب بالابتعاد عن بطلات أفريقيا هل اللاعب النادي الأهلي هيكون طموحه مجرد تحقيق الدوري العام المحلي وكأس مصر هل ده ممكن يفيدك في تعاقدات وجلب نجوم كبار سواء من كرة القرارة مصرية أو محترفين كبار ييجوا عندهم في تحدي وهو اللاعب في كأس العاملان ده بالتأكيد القرار الأسهل على مجلس الإدارة إنه كان يقول هنسح مش هلعب وقتها شريحة كبيرة جدا من الجماهير كانت يطلع طول قرار يمنح النادي الأهلي وإنه هو مش هشارك وكان هيكون سهل جدا وكان هيبدأ الحاضر اللي بيتكلم عنه إن كابتن مهون خطيب متمثلا في مجلس الإدارة وشركة القرى لكن المستقبل لا كان هيبقى صعب جدا كان ممكن المستفيد الوحيد من قرار زي ده مجلس إدارة النادي الأهلي لكن بالتأكيد اللي كان هيتضر هو النادي الأهلي وفي الحالة دي القارة معروفة الأهلي ومصلحة الأهلي فوق الجميع أنا متفق معك جدا المتضرر الوحيد في إفريقيا وعلى مستوى القارة من قرار اللي انسحب كان هيبقى النادي الأهلي في أي حد تاني إن الحد دلوقتي يما بنتكلم بيترد علينا رد واحد في قصة 94 والكرة الأفريقية وفعلا الجوائز ارتفعت بعدها كان الرد وحد قال لكوا تنسحبوا وحد قال لكوا تصلاحوا الكرة الأفريقية ما إحنا كلنا بنلعب لما تيجي دلوقتي وتحكي الموقف في أي وقت هي تقال برضو محدش قال لك انسحب انت انسحبت الموقف شخصي والمهم كمان إنك استنادا لأمور قانونية ويا جماعة ده رسالة لنا كلنا أنا مش بكلم هنا جمهور أنا بتكلم أنا أول واحد بعض الأمور بيكون لها بواطن مش عندك يعني الناجي لقى لوقتها قال بياخد وقراء القانونيين وكتب كده القانونيين قالوا له لواء حكاف مطاطية وعندك مشكلة كبيرة جدا داخليا إن انت مقدمتش ففرصك ضعيفة فبالتالي لما تاخد وانت عندك رأي قانوني بيقول إن انت في وضع غير آمن بالتالي انت حتكون أول حد متضرر ووقتها كان حيحكم التاريخ إن القرار ده كان خطأ ما زي ما انت كنت منفعل أو أنا منفعل أو أي حد منفعل لأن النادي الأهلي إدارته مفترض معاييرها ما فيهاش انفعالية اطلاق